غارة اسرائيلية تستهدف مطار دمشق وروسيا تعلن صدقوات النظام للهجوم بمضادات سوريا قتلى وجرحى مدنيون بانفجار عبوة الناسفة في حافلة لنقل الركاب وسط مدينة عفريم تصعيد روسي يستهدف المنطقة منزوعة السلاح في ريف إدلب ويوقع ضحايا من المدنيين حياكم الله أينما كنتم إلى التفاصيل حيث اتهم الإعلام الرسمي للنظام الأسد إسرائيل بشني هجوم صاروخي على مطار دمشق الدولي خلال الساعات النهار كما أعلن تمكن الدفاعات الجوية لقوات النظام بالتصدي للهجمات الإسرائيلية غارة جوية جديدة إسرائيلية الهوية استهدفت مطار دمشق الدولي جنوب العاصمة السورية وسارعت وسائل إعلام النظام بالإعلان عن التصدي لها وكالة سانت تابعة رسميا للنظام نقلت عن مصدر عسكري أن وسائط الدفاع في قوات الأسد نجحت في التصدي لهجوم جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أهدافه دون تفاصيل إضافية إلا أن قناة الإخبارية السورية قالت إن ستة صواريخ استهدفت محيط مطار دمشق الدولي بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم شنته أربع مقاتلات إسرائيلية من نوع F-16 وتصدت له قوات النظام باستخدام منظومات الصواريخ المضادة للطائرات بانستير وبوك السورية موقع The Times of Israel قال إن الهجوم الإسرائيلي المفترض جاء بعد ساعة من هبوط طائرة شحن إيرانية مدنية المظهر في مطار دمشق الدولي إلا أنها تستخدم لنقل أسلحة متطورة من طهران إلى ميليشيات موالية لها تحارب في سوريا بما فيها حزب الله ولم تعلق إسرائيل على الغارة الجوية إلا أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال في تغريدة على حسابه في تويتر إن إسرائيل اترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها نحو شمال هضبة الجولان إسرائيل نفذت في وقت سابق من الشهر الجاري هجوما مشابها ضد مواقع لإيران قرب دمشق تبناه رسميا بن يامين نتنياهو إلا أن الاستهداف الأخير يعتبر أول هجوم من نوعه في عهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد الجنيرال أفيف كوخافي الأمر الذي يراه مراقبون حقبة جديدة من الإسرار الإسرائيلي على محاربة إيران في المنطقة ومعنا العقيد أحمد الحمادي المحلي العسكري والاستراتيجي من إسطنبول أهلا بك سيادة العقيد على شاشة حلب اليوم هل تأكدت هوية الطيران الذي نفذ الهجوم على مطار دمشق الدولي؟ السلام عليكم تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام من يستهدف هذه المناطق غير إسرائيل ولا توجد طيران غير إسرائيلي في هذه المنطقة مسموح له أن يقصف الأهداف التي تراها مناسبة خاصة بعد الاتفاق الذي جرى بين الضباط الإسرائيليين ونزرائهم الروس حيث تم التوافق بين الطرفين بأن يكون هناك استهداف ولكن دون المساس مثلا بالأهداف الحيوية للنظام الأسد وأن لا يكون هناك احتكاك عسكري ما بين الروس والإسرائيليين وخاصة بعد إسقاط الطائرة الـ 50 في الأشهر الماضية سيد العقيد ما هي صحة الأنباء التي تقول أن إسرائيل استهدفت طائرات إيرانية محملة بأسلحة متجهة لميليشياتها في سوريا الطيران الإيراني يقوم بنقل معدات وبنقل مكونات صواريخ لأحزابهم أو لميليشياتهم في سوريا كعزب الله وباقي التنظيمات التي تعمل بأمرت إيران وسبق بأن استهدفت إسرائيل هذه المكونات التي تنقل من المطارات الإيرانية عبر طائرات إيرانية إلى مطار بمشق الدولي الذي يعتبر القاعدة الأساس للقوات الإيرانية وهناك كما يسمى المبنى الزجاجي وهناك مستودعات يتم نقلة كنقاط إمداد للقوات لميليشيات إيران ومن ثم يتم توزيع هذه المكونات إلى حزب الله تهريبة إلى حزب الله في لبنان أو إلى باقي الميليشيات أو القواعد الإيرانية المنتشرة إذن إسرائيل لديها القوة في الاستطلاع وبالصواريخ تعتمد مثلا على الأقمار الصناعية وتقوم بتصوير مكونات الصواريخ التي تأتي من إيران من هذه النقطة تحديدا قدرة إسرائيل هنا ما دلالات الهجوم الإسرائيلي بعد السيمة يعني مع تعيين قائد جديد لأركان الجيش الإسرائيلي هذه الرسالة تقول لا تغيير في السياسة الإسرائيلية بعد تغيير رئيس الأركان فالسياسة الإسرائيلية رسمها رئيس الحكومة والدائرة الأمنية الصغيرة عبارة عن أربعة إلى خمس زراء هم يقومون بدراسة الأمور الأمنية والخطط العسكرية ويعطوا هذه الأمر إلى رئاسة الأركان التي تقوم بدورها بتنفيذ الرؤية السياسية لإسرائيل فلا تغيير وخاصة الإسرائيليين بعد زيارة جوبولتون وتم طمأنتهم عن عدة أمور ما يقلق إسرائيل هو أولاً الوجود الإيراني في سوريا واثنين عدم تقييد حركة الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية أو السورية للاستهداف القواعد العسكرية الإيرانية النقطة الأولى تم تجاوز يعني عبر الأمريكية بأنهم سيستهدفون وهم مستمرون في سياستهم وستراتيجياً فيهم ضد إيران أما النقطة الثانية فتم تلافيها من خلال الاجتماعات العسكرية الروسية الإسرائيلية في موسكو مؤخراً أشكرك جزيل الشكر من إسطنبول العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري والإستراتيجية قتل جرح عدد من عناصر قوات النظام جراء تفجير استهدف حاجزاً للأمن العسكري قرب المتحلق الجنوبي بالعاصمة دمشق وبحسب مصادر إعلامية مولية فإن التفجير ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بسيارة وتم تفجيرها خلال مرورها عند الحاجز مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت تفجيراً ثانياً بتفكيك عبوة ناسفة جاء التفجير بعد إعلان النظام عن إزالة عدد من الحواجز الأمنية من وسط العاصمة دمشق كان آخرها إزالة الكتل الأسمنتية والمتاريس من جسر العدوي والذي فتح بشكل كامل أو فتح بشكل كامل مع منطقة المزرعة قتل وأصيب مدنيون جراء انفجار استهدف حافلة ركاب في مدينة عفرين بريف حلب الشمالية هذا أفد مراسل حلب اليوم بأن عبوة ناسفة انفجرت في حافلة لنقل الركاب عند جسر السرايا وسط عفرين ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين هذا أضف مراسلنا أن فرقة الهندسة وقبل وقوع التفجير الذي استهدف الحافلة فككت عبوة ناسفة وزروعة بحاوية قمامة قرب دوار كاوا وقامت بتفجيرها عن بعد هذا وشهدت مدينة عفرين خلال اليومين الماضيين انفجار عبوة ناسفة في انحاء مختلفة في المدينة خلف الانفجار قتل وجرح من المدنيين قتل وجرح عدد من المدنيين جراء قصف الطيران الروسي بلدات متفرقابري في إدلب تقع ضمن المنطقة منزوعة السلاح المتفق عليها بين روسيا وتركيا يستمر التصعيد العسكري الروسي على أرياف حما وإدلب رغم دخولها ضمن مناطق وقف إطلاق النار ضاربة بعرض الحائط التزامها مع تركيا بالحفاظ على تلك المناطق آمنة كونها تقع على خط التماس بين الثوار والنظام أضرار مادية وبشرية كبيرة سببها قصف الطيران الروسي بصواريخ شديدة الانفجار على الفرن الآلي في بلدة الجانودية بريف جسر الشغور ما أودى بحياة مدني وإصابة أربعة آخرين كما استهدفت غارات مماثلة محيط قرية بكسيريا وأطراف بلدة خان السبل بريف إدلب واستحالة خوف ونزوح لأهالي تلك المناطق التصعيد العسكري دفع المجلس المحلي في مدينة كفرزيت الشمالي حما لمطالبة الحكومة التركية لوضع حد انتجاه تجاوزات النظام بحق المدنيين والتي أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من العائلات منوها إلى أن المدينة لا تحوي أي مقرات عسكرية وإنما تقوم مؤسسات المجتمع المدني بإدارتها فيما وصفت وزارة الدفاع التركية الخروقات الأخيرة بالاستفزازات وأكدت على مواصلة أنقرة نشاطاتها بنجاح في تنفيذ التفاهم مع روسيا وإيران لتحقيق السلام والاستقرار بمنطقة خفض التصعيد وفي ظل السعي التركي لإنشاء منطقة آمنة شمال شرق سوريا تتوجه الأنظار للاجتماع المزمع عقده بين الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال الأيام القليلة القادمة على ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة رد قائد حركة نور الدين الزنكي بتغريدات على حسابه في تويتر رد على اتهامات قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولانية والتي كان أبرزها التعامل مع روسيا وتسليمها للمناطق المحررة في الآوين الأخيرة في أول تصريح الرسمي لحركة نور الدين الزنكي بعد الهجوم عليها من قبل هيئة تحرير الشام في ريف حلب الغربي يكشف توفيق شهاب الدين قائد حركة نور الدين الزنكي عن تقديم عدة جهات دولية عروضا للحركة للانسحاب من جبهة البحوث العلمية غربية حلب مؤكدا رفضهم لجميع تلك العروض وفي معرض رده على قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني فيما يتعلق باتهام حركة نور الدين الزنكي بالتنسيق مع روسيا لتسليمها بعض المناطق المحررة قال شهاب الدين إن الحركة لم تخسر شبرى أرض واحدا منذ تأسيسها فيما كانت مناطق سيطرة تحرير الشام تسقط بيد الروس والإيرانيين كان آخرها تسليم ثلاثمائة قرية بريف حلب الجنوب شهاب الدين أوضح أن سبب اندماج حركة الزنكي بهيئة تحرير الشام هو وقف قتال الفصائل وأشار إلى أن الانسحاب من الهيئة كان بسبب عدم التزامها بالشرط الرئيسي وهو وقف القتال ضد الجيش الحر بحسب وصفه وعلى صعيد آخر فقد توصل التحرير الشام لاتفاق مع حركة أحرار الشام يقضي بإعادة عمل الحركة في منطقة سهل الغاب غربي حما لمدة شهر ونصف حتى يتم تشكيل غرفة عمليات مركزية كما طالبت الهيئة عناصر الحركة ممن لم يسلم سلاحهم المتوسط بتسليمه تحت طائلة المسئولية والمحاسبة بحسب الاتفاق أعلنت أعلنت هيئة تحرير الشام تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 شخصا قالت إنهم ينتمون لتنظيم الدولة في ريف إدلب وبثت شبكة إباء التابعة للهيئة صورا للأشخاص في مكان التفجير الذي حصل قبل يومين في مدينة سرمين بريف إدلب قالت شبكة إنهم خلايا كانوا ينشطون في الشمال السوري المحرر ويخططون لتنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات في المنطقة في سياق المتصل احتجزت هيئة تحرير الشام الأحد ثلاثة أشخاص بريف إدلب بعد اتهامهم بالمسئولية عن تفجير استهدف مقرا لها يوم الجمعة الماضي قالت وسائل إعلام ثابعة لتحرير الشام إن عناصر الجهاز الأمني داهموا أحد المقرات التابعة لتنظيم الدولة في مدينة سرمين بريف إدلب احتجزوا ثلاثة عناصر كانوا بداخله وأضافت أن المقر الذي داهمه عناصر الهيئة هو ذاته الذي انطلقت منه سيارة مفخخة انفجرت قرب حاجز لتحرير الشام قبل أيام مشاهدين نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير خلال القمة العربية الاقتصادية الرئيس اللبناني يدعو لعدم ربط عودة السوريين بالحل السياسي اشتركوا في القناة 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 اهلا بكم من جديد حث الرئيس اللبناني مشيل عون دول العالم على بذل كل الجهود الممكنة من اجل عودة اللاجئين السوريين لبلادهم من دون ان يتم ربط ذلك بالحل السياسي ودعونا في القمة الاقتصادية العربية التي تصدفها بيروت الى تأسيس مصرف عربي لاعادة الاعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها ويسهم في نموها الاقتصادية المستدام فيما قال المين العام لجامعات الدول العربية احمد ابو الغيط ان قرابة اربعة ملايين طفل سوري تركوا منازلهم بسبب الحرب في سوريا ومعنى المحلل السياسي استاذ حسام نجار من باريس اهلا بك استاذ حسام على شاشة حلب اليوم بداية لماذا تحاول لبنان التخلص من لاجئين السوريين صح التعبير تخلياتي استاذ عمار وتحياتي لقناة غم الكريمة حياك الله استاذ عمار طبعا نعلم ان الاردن عفوا لبنان وانا يحصل على المساعدات كثيرة جراء اللاجئين السوريين الموجودين لديهم وحتى انهم كانوا يضعهم في اوضاع صحية سيئة جدا وانعلم الكوارث التي حصلت في عرسال وغير عرسال لكن نتيجة علاقته المستمرة والوطيدة الان مع النظام السوري وكذلك مع الروس يحاول اللبنانيون اعادة هؤلاء اللاجئين لكي يعطوا الباقي الدول ان سوريا انتهت الحرب بها وكذلك ان هؤلاء يمكن اعادتهم الى ديارهم ويشكلون عبء على الاراضي اللبنانية وكي لا يكون هذا العبء ضاغطا عليهم وبالتالي على هؤلاء اللاجئين وعلى الامم المتحدة وعلى الدول العربية ان تتحمل تكاليفهم بعودتهم الى اراضيهم والانتهاء من وجودهم على الاراضي اللبنانية استاذ حسام لماذا برأيك فشلت جهود لبنان في دعوة الاسد الى القمة العربية نعلم ان لبنان ليس من الدول المؤثرة في الجامعة العربية رغم انه حاول مع بعض الدول اعادة الاسد الى تلك الجامعة لكن نعلم ان هناك الطرف القوي في الجامعة العربية وهو المملكة العربية السعودية وكذلك الكويت هما طرفان يعتبران من الاطراف القوية كذلك مصر التي تتبع في مجمل حوالها السياسية الى المملكة العربية السعودية وبالتالي عندما تجتمع المملكة مع مصر وكذلك الكويت تلك الدول هي القوية لا يستطيع لا لبنان ولا البحرين ولا الامارات اعادة النظام الى الجامعة العربية وهذه هي الدول المؤثرة نعم الى متى ستبقى الجامعة العربية برأيك جهة تكتفي بالمشاهدة على معاناة الاطفال السوريين؟ استاذ عمر الجامعة العربية دورها تخاذلة بشكل دائم نعلم انها عندما ارسلت وانت تعلم علم اليقين انها عندما ارسلت الدابة الى باب عمر كان الدابة يعمل مع النظام وليس مع الثورة او ليس كطرف معايد وبالتالي الجامعة العربية ليس لها الاطار العملي لكي توقف المجازر التي تمت في سوريا بالتالي هي تعتبر عنصر مع النظام وليس مع الثورة السورية برمتها لان هناك دول جميعها هذه الدول التي وقفت مع النظام تعارض حتى تعارض منع المقعد مقعد جامعة العربية الى الثورة السورية وبالتالي هي تسعى الان الى اعادة النظام الى حضن الجامعة العربية اشكرك جزيلا الشكر من باريس الاستاذ حسام نجار المحلل السياسية شكرا شكرا أعلن عدد من أبناء بلدة تيل شمال مدينة السويدة تشكيل فصيلا عسكريا جديد تحت مسمى تيل الكرامة وانضمامه لقوات شيخ الكرامة وقال بيرق الكرامة في بيان لها ان التشكيل جاء بدعم ذاتي يهدف لمواجهة من يريد الاعتداء على المحافظة وابنائها على حد وصفه وأشار الى ان الفصيل ليس من هوة القتل أو التخريب وانه ضد الفساد والفاسد بهذه الدولة ويسير على خطى القائد العام للثورة السورية الكبرى سلطان الأطرش وعلى خطى القائد وحيد البلعوس وفق تعبيره ومعنا من السويداء مراسلتنا نورا الباشا نورا أهلا بك ماذا يمكن أن يقدم هذا الفصيل لأبناء السويداء وهو الثاني في عشرة أيام؟ لا معمار طبعا مساء الخير أولا مساء طبعا هذا التشكيل يهدف لتدعيم صفوف الأربعة عشر تشكيلا الذين تم دمجهم في بلدة المزرعة قبل مدة ضمن شريان واحد طبعا يهدف هذا التشكيل أيضا إلى منع أي اعتداء مستقبلي ممكن أن يحدث على المحافظة سواء كان من قبل متطرفين من تنظيم الدولة عبر شرق السويداء أو من قبل النظام بما يخص موضوع الخدمة العسكرية في المحافظة طبعا هو تدعيم صفوف الشباب والتفاف حول المبادئ التي اتفق عليها أربعة عشر تشكيل في بلدة المزرعة قبل مدة طيب جاء في البيان أن الفصيل من أهدافه محاربة الفساد كيف يمكن لهذا الفصيل أن يحارب الفساد؟ نعم طبعا شاهدنا قبل أيام طبعا أن فصائل محلية في السويداء تابعة جميعها للتشكيلات التي تم دمجها بدأت تأخذ دور كان مفترض أن يكون من واجب أجهزة النظام الأمنية في المحافظة إلا أن تغاضيها عن الفلتان الموجود دفع هذه الفصائل للقيام بهذه الأعمال والمسؤولية فلذلك قام هذا الفصيل مثلا قام بيرق قوات الفهد في قنوات قبل مدة بإلقاء القبض على لصوص نكلوا بالأهالي كثيرا وسرقوا الكثير من ممتلكاتهم وأيضا قام بإلقاء القبض على قاتل ارتكب جريمة قتل قبل أيام أيضا في قنوات إذن هم بدأوا يحاربون هذه الضواهر في محافظة السويداء في محاولة لإعادة الأمن إليهم طيب بسؤال الأخير كيف تنظر الفصائل لحالة التململ من تجاوزات أعضائها في الشرع نعم طبعا هذه الفصائل الآن بدأت تأخذ إجراءات بدأت تأخذ تنسيق وتشكيل أوسع طبعا بدأت تأخذ الكثير من الجانب العاملي على الأرض بشكل فعلي بعد أن تمت تأثير ومضمنه تشكيل كبير وبعد أن أصبحت تشمل كافة أنحاء المحافظة أصبح الآن الفلتان طبعا طعنا نقول أن العصابات الآن تأخذ تحسب حسابات لهذه الفصائل بأنها لم تعد عملية محاسبتهم مقصرة على النظام بل أن الفصائل هي من ستتولى هذه المحاسبة وبالتالي هنا الفصائل أخذت دورا كبيرا ومسؤولية كبيرة على عتقها لسيما أن المحافظة تعاني الكثير من الفلتان والفوضاء شكرا جزيلا لك من السويداء مراسلتنا نورا الباشر أفادت مصادر إعلامية موالية بأن مجلس مدينة حلب التابع للنظام سيصدر في حزيران القادم قرارا يقضي بإغلاق 200 منشأة ذات الترخيص السياحي في مناطق السكن الجديد في حلب وصف الإعلامي الموالي للنظام شادي حلوة على صفحته في فيسبوك القرار بالكارثي كونه سيؤدي إلى بطالة 15 ألف عامل في المدينة متسائلا عن الجهة المسؤولة عن هذا القرار هل هي الحكومة أو مجلس المحافظة أو مجلس المدينة نشرت الإدارة الذاتية ورقة تضمنت البنود التي ستعرضها على نظام الأسد خلال جلسة تفاوضية قريبة بينهما ستتم برعاية روسية بغيات الوصول إلى تسوية بشأن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على وقع استعجال تركيا توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا يسعى خصومها في الإدارة الذاتية إلى اقتناص صفقة مع نظام الأسد برعاية روسية عشرة بنود تفاوضية كشفت الإدارة الذاتية أنها بصدد تقديمها في الأيام المقبلة خلال جولة مفاوضات مع النظام تتضمن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأن يكون النظام في سوريا جمهوريا ديمقراطيا والإدارات الذاتية جزء منه إضافة إلى تمثيل الإدارات في البرلمان عبر ممثلين لها وإلى جانب العالم السوري يجب أن تكون هناك أعلام تمثل الإدارات الذاتية كما نصت البنود على أن الدبلوماسية في مناطق الإدارات تسير بما لا يتعارض مع مصالح الشعب السوري والدستور وأن قوات سوريا الديمقراطية تكون جزءا من قوات النظام والمسؤولة عن حماية الحدود وبحسب البنود يكون التعليم في هذه المناطق باللغات المحلية في كليات التاريخ والثقافة واللغات والأداب وما يماثلها واللغة العربية هي اللغة الرسمية في عموم سوريا وتوزيع الثروات الطبيعية على المناطق السورية بشكل عادل معاون وزير الخارجية في حكومة نظام أيمن سوسان عبر عن دعمه للمحادثات مع الإدارة الذاتية فيما لم تخفي موسكو رغبتها بعودة جميع المناطق التي ستنسحب منها القوات الأمريكية إلى نظام الأسد دون مخرجات واضحة عقدت سلسلة لقاءات بين وفد من مجلس سوريا الديمقراطية ونظام الأسد مع تحميل كل طرف الآخر المسؤولية عن عدم التوصل لاتفاق اعتقلت قواء الأمن الداخلي وشرطة العسكرية التابعة لمجلس الرقة المدنية عشرة الشباب في محافظة الرقة شمال شرق سوريا أقل مصدر من الأسايا الشألي وكالة سمارت أن الأمن الداخلي اعتقل شابين من محافظة دير الزور على حاجز الكنتري شمال الرقة بعد العثور على صور تخص عناصر من تنظيم الدولة مصورة بهواتفهم النقالة كما اعتقلت الشرطة العسكرية ثمانية شبان على حاجز قرية الشركراك شمال مدينة الرقة بهدف التجنيد الإجباري في صفوف قصد شاهدين نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير هو الأول من نوعه في السويدة مغسل ومشحم للسيارات مخصص للنساء اشتركوا في القناة شكرا 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 اهلا بكم من جديد فدت مصادر إعلامية أردنية نقابتين المقاولين الأردنية والسورية التابعة للنظام شكرا لجنة اشتركة لبحث سبل مساهمة المقاول الأردنية بمشاريع إعادة الإعمار ذكرت وكالة تعمون أن النقابتين بحثتا في العاصمة دمشق غالية التعاون والمواد القانونية الواجب تعديلها من أجل تسهيل آلية العمل بين المقاولين الأردنيين والسوريين عثر على جثة مواطن أردنية الجنسية متجمدة بالقرب من قرية ملحبيري في السويداء الجنوبي الشرقي أفاد مرأس الحلب اليوم نقلا عن مصادر محلية بأن الجثة تعود للمدعو دحام الهميلان أنه عثر عليها متجمدة دون معرفة الأسباب التي أدت لوجودها في المنطقة رافتا إلى أنه تم نقلها إلى مشفى مدينة صلخد جنوب المحافظة قتل طفل سوري لاجئ في لبنان بعد مطاردته من قبل الأمن اللبناني في أحد شوارع العاصمة بيروت أفادت مصادر إعلامية بأن دورية من أمن بلدية بيروت طاردت الطفل أحمد إبراهيم الزعبي الذي لم يتجاوز عمره 14 عاما أثناء عمله في تلميع أحذية المرة بشارع تلة الخياط الأمر الذي دفعه إلى الهرب خشية اعتقاله ومصادرة صندوقه وحسب المصادر الإعلامية فإن الطفل دخل إلى إحدى الأبنياء القريبة وتابعه عناصر الدورية ليتسلل إلى فتحة مظلمة طولها 6 أمتار تنتهي بنافذة صغيرة في الطابق السادس من المبنى ومع استمرارهم بملاحقته دفع الطفل بنفسه من النافذة ليفارق الحياة على الفور خصصت شرطة مدينة الباب بريف حلب الشرقي مجموعة من عناصرها لحماية مباريات كرة القدم بعد حدوث مشاكل بين الجماهير واللاعبين في مباريات الدورية التصنيفي بريف حلب في ختام الجولة الثالثة عشر من الدوري التصنيفي بريف حلب الشرقي انتزع نادي الباب فوزا ثمينا على نادي الميادين بهدفين لهدف لكن الأخير ما زال متمسكا بصدارة جدول الترتيب الدوري التصنيفي حاز على حضور جماهيري غير مسبوك لم يخلو من بعض المشاكل والحمد لله كانت مباراة جميلة من ناحية الفنية ولكن بعض الاشكالات بعد نهاية المباراة يعني قام بعض المتهورين في هذا الملعب والحمد لله رب العالمين كان حفظ النظام والشرطة العطي العافي والحمد لله كانوا بفضل هذا المشكل المشاجرات والمشاكل التي حدثت في مباريات سابقة دفعت الأجهزة الأمنية في مدينة الباب التي تحتضن البطولة إلى تكتيف حضور عناصر الشرطة وقوات حفظ النظام لحماية الجماهير داخليا من المشاجرات وخارجيا من العبوات الناسفة والمفخخات التي تستهدف عادة التجمعات الكبيرة في حال حدوث أي مشاجرات نقوم نحن بفضل النزاع سريط المهم الخاصة وأخواننا في التدخل السريع في قوات الشرطة حرصا على أخواننا المدنيين الحضور الجماهيري المتزايد على الرياضة المحلية دفع المؤسسات الأمنية في المناطق المحررة لزيادة الاحتياطات الأمنية في حرصا منها على استمرار الفعاليات الرياضية بدون أي عوائق مالك أبو عبيدة حلب اليوم من ريف حلب الشرقي تسبب فيضاء النهر العاصي بغمر بلدة دركوش بريف إدلب الغربي ومساحة من المزارع المحيطة كان ذلك نعمة بالنسبة للبعض ونقم على آخرين بهذه الطريقة يتنقل المزارعون بين بساتينهم في منطقة دركوش بريف إدلب الغربي بعد أن غمرت مياه نهر العاصي الأراضي الزراعية والبساتين في المنطقة لكنها بالنسبة لبعضهم نعمة لا نقمة فيضان هذا ما بأسر تأسير سلبي علينا نهائيا نحن أصحاب البساتين اللي زرعين بساتيننا أشجار مصمرة بيحملنا المزيد من الطام بيحملنا المزيد من الخيرات لأراضينا يعني عقب فيضان النهر نحن لازم يكون فيه عندنا مواسم جيدة يعني بشكل عام فيضان النهر على الأراضي الزراعية يعني إيجابي بالنسبة 90% يمكن يغرق بعض المزرعات يمكن يغرق في بعض المناطق موسم القمح لكن قليل من القمح يزرق على ضفاف نهر العاصي على الضفة الأخرى تسبب ارتفاع منسوب مياه النهر الذي فاقت ثمانية أمتار إلى غمر العديد من الأحياء في بلدة دركوش وأجبر سكانها على النزوح من حي إلى آخر والتنقل في المدينة عبر القوارب وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة والله نحن من بلدة دركوش ونازحنا بيرك على حرف العاص كل كم منهار يطوف علينا العاص الحمد لله رب العالمين كله من سبب العمطار كله خير من رب العالمين والله الحمد لله العاص عندي متر في البيت وطلعانين حيطين اغراضنا جارنا فوق زيتين هنا وهنا وبركين حمد لله رب العالمين طوال السنوات الست الماضية لن تشهد المنطقة فيضانا مماثلا حيث سجل ارتفاع من سبب العاص الأخير عام 2012 ودام لأيام قليلة فقط افتتحت في السويداء اول ورشة مخصصة للسيدات لغسط السيارات وتشحيمها في المحافظة وتشرف سيدة من السويداء على الورشة التي تضم عددا من العاملات تستقبل النساء فقط اشارت سهير ابو حمدان صاحبة فكرة مشروع المغسل النسائي الى ان هدفها هو التخفيف من معاناة النساء اللواتي يجدنا صعوبة في الوقوف بمغاسل السيارات التي يديرها الرجال لسيما ان عددا كبيرا من نساء محافظة يمتلكن سيارات خاصة هذا واعجبت فكرة المشروع شريحة واسعة من السوريين في مناطق مختلفة فيما رأى البعض ان مثل هذه الاعمال شاقة على المرأة الى هنا نكون وصلنا اياكم مشاهدين الكرام الى نهاية النشرة ولمزيد من الاخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وايضا على موقعنا الالكتروني حلبتو داي تي في دوت نت دمتم برعاية الله وحفظه بامان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة